بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي مع حلقة جديدة وشرح منهج الدراسات الاجتماعية إن شاء الله نشرح النهاردة الدرس الثاني في منهج فصل الدراسي الثاني درس برضو يعتبر امتداد أو تكبيلة للدرس الأول إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الهرم السكاني لمصر طبعاً ده الدرس الثاني في الواحدة الأولى هنتكلم فيه عن ثلاث موضوعات مهمة أول موضوع المقصود أو مفهوم الهرم السكاني هنعرف شكله وأنماطه وفيدته هنتكلم عن التركيب النوعي والعمري تعرفين برضو نفهم معناهم ونعرف استفادتنا منهم إزاي وبالتالي أهمية بيانات الهرم السكاني طبعاً المهارات هي التمييز بين أوجه الشبه والاختلاف نعرف الأهرمات اللي شبها بعضها نعرف الفرق والاختلاف ما بين التركيب النوعي والعمري نقدر نعمل تحليل الهرم السكاني نتنبأ باتجاهات النمو السكاني من خلال الهرم القيم طبعاً احترام التروع والإتقان القضايا المتضمنة الصحة والسكان المواطنة العولمة أهداف درسنا النهاردة إن شاء الله في نهاية الدرس سأكون قادراً على أن أتعرف مكونات الهرم السكاني لمصر أميز بين التركيب النوعي والتركيب العمري لسكان مصر أحلل الرسوم البيانية والجداول المتعلقة بالتركيب السكاني لمصر وقارن بين بعض الأهرمات السكانية لمصر خلال فترات زمنية مختلفة نتفاعل معاً يختلف سكان مصر من حيث العمر ومن حيث النوع ذكور وإناز في رأيك كيف يؤثر ذلك على التنمية في المجتمع وما أهمية معرفة الدولة بهذه البيانات عن السكان نبدأ شفرح درسنا ونتكلم عن أهمية التعداد السكاني اللي احنا طبعاً هتكلمنا عليه اللي هو عملية حصر شامل للسكان من حيث التركيب النوعي والعمري والتركيب الاقتصادي والحالة الاجتماعية الدولة هنا في مصر بتعمله كل عشر سنين طبعاً أهميته أو الفايدة منه أو طبعاً مكلف جداً لكن دول العالم كلها بتقوم بهذا التعداد فيه اللي بيعمله على عشر سنوات أو خمس سنوات طبعاً لأن ده مفيش دولة في العالم تقدر تعمل خطط تنمية أو طبعاً توضع سياسات إلا إذا كان عندها بيانات دقيقة جداً عن السكان اللي على أرضها فأهمية التعداد السكاني زي ما احنا شايفين كده أولاً التخطيط الجيد للتنمية وتقدم المجتمع تاني حاجة توفير معلومات دقيقة حول السكان يعني تخطيط جيد للتنمية وتقدم المجتمع هنفترض أن في مدينة مثلاً اتولد فيها السنة دي عشر تلاف طفل أو محافظة مثلاً زي أي محافظة في مصر عدد الموليد خلال السنة أو في مدينة أو محافظة عشر تلاف طيب الأطفال دولت كمان خمس سنوات طبعاً محتاجين يدخلوا المدرسة طيب عشان يدخلوا المدرسة احنا بنقدر نشوف احنا كدولة بقى عندي كام مدرسة عندي كام فصل في المدارس دي يستوعب الطلبة دي ولا لا يستوعبها طبعاً نفترض مثلاً أن أنا عندي متين فصل يبنا تعريباً الكسافة هتكون خمسين طالب في الفصل طيب لو عندي مئة فصل لا الكسافة هتكون مئة طالب في الفصل فطبعاً إذا أنا الكسافة في الحدود المعقولة فده شيء كويس أما إذا كنت محتاج لفصول جديدة فأنا طبعاً قدامي فرصة هوات خمس سنوات أقدر خلالهم أن أنا أبني مدارس جديدة أو أتوسع في المدارس طبعاً لاستيعاب الطلبة اللي هيدخل في المدارس طبعاً برضو نفس الوضع بيتم بالنسبة لاستهلاك الكهرباء استهلاك المياه الطرق المساكن أو المنازل طبعاً اللي بيحتاجها الدولة طبعاً بتخطط برضو عن المدى البعيد لتوفير فرص عمل للناس دي الأطفال ديت كمان عشرين سنة طبعاً أو خمس عشرين سنة هيكونوا طبعاً محتاجين مشروعات استوعب فرص عمل لهم بدل طبعاً ما يعانوا من البطال لازم طبعاً كل ده لازم كل سنة أكون عندي معلومة دقيقة عن أعداد الموليد والوفيات والمهاجرين وغيره عشان أقدر أن أنا أبني الخطط دي بدقة وحط الخدمات في المكان المناسب يعني زي ما بنقوله كده في مدن حلاقي في زيادة سكانية لكن طبعاً ما فيش ضغط مثلاً على المدارس وفي مدن تانية هتحتاج مدارس يبقى بدل ما عمل مدرسة في مكان مش محتاج هقدر أن أنا أخطط لها وحطها في مكان محتاج طبعاً لخدمات التعليمية أو الصحية أو غيره البديء أول حاجة عن أهمية التعداد تخطيط جيد للمستقبل ويساعد طبعاً على تقدم المجتمع توفير معلومات دقيقة حول السكان في عندنا طبعاً أسلوب من أساليب التمثيل البياني هو الهرم السكان ده عبارة عن رسم بياني بيوضح توزيع السكان من حيث يعني بنوزع السكان من حيث التركيب النوعي ذكور وإناس والتركيب العمري وغيرهما من خصائص السكان طبعاً الشكل ده بيكون لأنماط متعددة لكن فيه يعني نمطين مهم أن نحن نعرفهم نمط الأولاني الهرمزو القاعدة العريضة ده بيمثل الدول اللي عندها معدل موليد عالي كل سنة بموليد أكتر من الفترات اللي قبلها طبعاً احنا كل درجة أو كل عتبة من دي تقريباً بتمثل بخمس سنوات يعني من صفر الخمس من ستة العشر من احداشر لخمستاشر وهكذا الغاية لما نوصل تقريباً لسن الخمسة وسبعين فما فوق فطبعاً ده مجتمع كل سنة يولد أو معدل الموليد فيه أكتر من الفترة اللي قبلها فبيظهر عندنا كده بشكل قاعدة عريضة تمام؟ جداً المجتمعات بقى دي غالباً المجتمعات النمية والدول النمية والفقيرة وغيره زي ما قلنا فيه عادات وتقاليد واسباب كتير بتزود معدلات الموليد أما المجتمعات المتقدمة فتعريباً بتكون بالشكل ده تمام؟ معدلات الموليد كانت برضو متزايدة لكن بتبدأ تقل وتنتظم بعد فترة إن تقريباً كل سنة نفس الموليد بتوقع السنة اللي فاتت طبعاً مع زيادة طفيفة أو نقص طفيف يعني لكن الأعداد التقريبية تقريباً بتكون متشابهة فبيظهر هذا الهرم بهذا الشكل قد يكون طبعاً فئة الشباب فيها زيادة شوية نتيجة مثلاً المهاجرين أو غيرهم لكن ده طبعاً الغالب في النمطين إبنى عندي نمط أول الهرم زو القاعدة العريضة والنمط الثاني الهرم زو القاعدة الضيقة نتعرف عن المفاهيم اللي احنا لسه إلنها التركيب النوعي هو تقسيم السكان إلى ذكور وإناس طبعاً زي ما احنا شفنا في الهرمين في خط فاصل هما بين الذكور والإناس تمام؟ بيمثل هنا عدد الذكور في هذه الفئة العمرية عدد الذكور هوت وعدد الإناس تمام؟ نبدأ تقسيم تقسيم الرأس ده إلى ذكور وإناس أما الأفقية حسب فئات العمر طيب نسبة الإناس عموماً في مصر شاهدت طبعاً ارتفاع في الفترة الأخيرة هي كانت أقل من كده في من خمس سنوات ومن عشر سنوات يعني في التعدادات من سنة ستة وتسعين عموماً في ارتفاع للذكور لكن بدأت النسبة تتقارب ما بين الزكور والإناس خصاً في السنوات الخمسة الأخيرة عموماً طبقاً لتعداد الفين تلاتة وعشرين فنسبة الإناس تسعة وربعين وربعة من عشرة في المية من سكان مصر ونسبة الزكور خمسين وستة من عشرة يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو احنا عندنا ألف من السكان هيكون فيهم ربعمية ربعة وتسعين أه أنسة وخمسمية وستة زكر تمام يعني هنلاقي تقريباً إن نسبة الزكور للإناس مية وواحد إلى مية يعني فيه ارتفاع في نسبة الزكور عموماً في مصر وإن كانت طبعاً يعني فيه مش ارتفاع عالي متقربة إلى حد ما لكن الغالب هو الزكور ده بالنسبة للتركيب النواي طبعاً بالنسبة لنا هنا في مصر ما فيه مشكلة فيه موضوع زيادة الزكور أو الإناس لأن طبعاً ده مش حيفرق كتير لأن سوء العمل هنا في مصر بتساهم فيه المرأة بجانب الرجل بنسبة متساوية ومتاح لها العمل أما فيه دول طبعاً بالنسبة لهم ارتفاع نسبة الإناس مشكلة لأن الدول دي مثلاً فيها عداته تقاليد أو أشياء كتير بتعوق طبعاً عمل المرأة فبالتالي زيادة نسبة الإناس في الدول دي طبعاً بيعوق خطط التنمية الاقتصادية لأنها بتعتمد على الزكور في أغلب مجالات العمل طبعاً التركيب العمري ده تقسيم السكان حسب فئات عمرية زي ما قلنا الفئة تقريباً بتبقى خمس سنوات يعني من صفر الخمسة من خمسة العشرة من عشرة الخمستاشر وكذا درجات كده في الهرم السكان طبعاً أكبر فئة عمرية في السن سناً طبعاً أنا أتكلم على أكبر فئة عمرية سناً تكون في أعلى الهرم نحن طبعاً بنقول على كل من هو فوق الاربعة وستين سنة كبار سن كل من هو أصغر من خمستاشر سنة صغار سن ودول طبعاً بيكونوا في أسفل الهرم زي ما احنا قلنا من شوية على الهرمين اللي عرضناه أما التركيب الاقتصادي فطبعاً ده بنصنف السكان حسب النشاط الاقتصادي اللي بيمرسه طبعاً الفرض لكسب قوته أو دخله مصدر دخله الأساسي يعني عشان نعرف أغلب السكان عندنا النشاط الاقتصادي طبعاً اللي بيعملوا به طبعاً وفقاً لتقديرات عام 2022 زي ما احنا شايفين ها كل من هو فوق الخمسة وستين سنة ده بنعتبره فئة كبار السن خمسة وستين سنة فما فوق طبعاً دون نسبتهم بتتناقص طبعاً كل ما بعلا لفوق لكن هما طبعاً نسبة موجودة من السكان بنمثل طبعاً زي ما احنا عارفين فئة الزكور على اليسار وفئة الإناس على اليمين فئة الإناس بتكون باللون الأحمر أو الروز ده البنبي يعني أو الزكور طبعاً باللون الأزرق صغار السن طبعاً زي ما قلنا ما دون الخمسة عشر عام طبعاً لو بصينا للهرم السكاني في مصر الهرم السكاني في مصر يعني من أربعين سنة كان فيه ارتفاع أربعين خمسة واربين سنة زي ما احنا شايفين كده هرم زو قاعدة عريضة طبعاً احنا بنتكلم في أربعين سنة يعني احنا لغاية تقريباً سنة ثمانين خمسة وتمانين بدأت الحكومة من الفترة ديت ان هي تخصص حملات إعلامية برامج صحية حملات توعية جديدة جداً بخطورة الزيادة السكانية فحصل زي ما احنا شايفين كده شبه سبات في أعداد السكان يعني بدأ المعدل هنا زي ما احنا شايفين عالي جداً بدأ يحصل سبات تمام إلى حد ما في معدلات النمو السكان وإن كانت طبعاً مش تناقص يعني هو زي ما احنا شايفين كده المعدل مثلاً هنا واحد واربعة من عشر ارتفع بقى واحد وثمانية من عشر بقى اتنين في المية بقى اتنين ونص ففي تزايد هنا طبعاً التزايد زي ما احنا شايفين كده تلاتة من عشرة هنا فيه سبات اهو فترة عشر سنين تقريباً حصل فيه مسابات في الزكور والاناس وبدأنا كنا داخلين على مرحلة استقرار وده شيء كويس ان عدد السكان فيه تزايد اه بس معدل التزايد سابت وده حد ذاته نجاح اتنين انا اثبت عند معدل معين ده تقريباً في تلاتين خمسة وعشرين سنة الاخيرة يعني برضو احنا بنتكلم في فترة اه التسعينات تمام مع بداية الالفية كان زي ما احنا شايفين هو برضو يعني تزايد برضو مش كتير اه برضو لغاية من خمستاشر سنة ما فيش مشكلة وبعدين بعد طبعاً اعقاب صورة يناير حدث عودة تاني ليه التزايد بمعدل كبير يعني زي ما احنا شايفين هو شوف المعدل هنا كان وعاة اربعة واحد من عشرة اربعة وتلاتة من عشرة قفزنا قفزة ليه ستة وتلاتة من عشرة يعني فيه تقريباً زيادة خمسين في المية في المعدل اه هنا وهنا في الزكور والاناس تكاد نسبة زيادة كده طبعاً دي مشكلة لكن طبعاً في الخمس سنوات الاخيرة بدأنا نرجع تاني ليه نحاول نوصل ليه المعدل اللي هو تلاتة وتمانية من عشرة ده وتلاتة وتسعة من عشرة ده لا بنحاول نحنا نوصل له طبعاً لكن طبعاً في فترة العشر سنوات الاخيرة في اعقاب صورة يناير حدث تزايد طبعاً نتيجة تحسن الأحوال المعيشية أسباب كتير طبعاً ساهمت في ارتفاع معدل المواليد في الفترة دي لكن طبعاً ده مشكلة طبعاً اقتصادية تزايد هذه الفئة تمام؟ بعد ما كنا وصلنا لمرحلة السبات زي ما احنا شايفين طبعاً الغرض من الكلام اللي انا بقوله ده من ساعتها ان احنا لما نبص لأي هرم سكاني نقدر نحلل الهرم ده رايح لتزايد ولا رايح لتناقص هل في مشكلة في الاناس في مشكلة في الزكور في معدلة هجرة في اي حاجة في فترة مثلاً مرت في الحروب طبعاً نعرفين مثلاً حرب السادس من اكتوبر مثلاً من خمسين سنة مثلاً اللي هي من خمسين لخمسة وخمسين دي فعلاً هنلاقي ان فيها نسبة الزكورة هوت اقل من نسبة الاناس يعني شايفين نسبة الزكورة اتنين في المية والاناس اتنين واحد من عشر الفترة دي طبعاً كان فيها حرب الاستنزاف هيت لها فترة من خمسين لستين سنة بنلاقي ان كان فيها فترة حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر فطبعاً نسبة الزكور فيها اقل طفيفة يعني طبعا تناقص طفيف لكن طبعا لما أنا كلاحظه حد بيحل الهرم السكاني أعرف أن الفترة دي شهدت حرب أو شهدت هجرة طبعا زكور سابوا البلد مثلا سافروا للعمل في دولة تانية أو كده يبدأ تحليل الهرم السكان طيب نتكلم عنه الهرم السكان المصر صغار السن قلنا من صفر الاربعتاشر ويمثلون سلس السكان وهي فئة غير منتجة وتحتاج إلى رعاية منتصف الهرم السكاني سن العمل يتكون من 15 إلى 64 سنة ويمثلون 60 و 4 من 10 من السكان وهي فئة سن العمل وهي طبعا فئة منتجة وده شيء كويس كبار السن طبعا في تعدادات من 5 سنوات يعني كان نسبتهم تعريبا 6 و 2 من 10 تناقصوا الـ 5 و 4 من 10 طبعا نتيجة تعرض مصر ضمن طبعا دول العالم لوباء كورونا طبعا والتالي ده أثر على نسبة كبار السن في المجتمع وأصبحت 5 و 4 من 10 انخفضت طبعا نسبة كبار السن طبعا لما نبص كده من المتوقع طبعا زيادة أعدادهم لأنهما في الطبيعي كانت نسبتهم أكبر من كده لكن الأسباب الطبيعية اللي هي مثلا تعرض لأو بيع أو كده هو ده اللي خفض نسبتهم لكن من المتوقع زيادة نسبتهم بسبب زيادة الرعاية الصحية وارتفاع الرعاية الصحية عموما في مصر معلومة برضو أن الفئة العمرية اللي هي أقل من 5 سنوات تمثل 11% من السكان ودي طبعا نسبة عالية بترهك طبعا ميزانية الدولة لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية طبية وصحية وغيره بالتالي ده طبعا بيؤدي ليه تكليف ميزانية الدولة طبعا انفاق عالي ممكن الدولة توجهه طبعا ليه مشروعات تنموية أفضل منها توجهه طبعا ليه رعاية هذه الفئة اللي نسبتها عالية جدا طب ايه دور الدولة في دعم فئات الهرم السكاني بالنسبة ليه الفئة صغر السن الدولة بتصدر قوانين لمنع عمل أطفال أقل من 15 عام ده طبعا منع العمل ده طبعا هيقل النسبة لأن احنا قلنا إن معدلات الفقر بتدفع بعض الأسر لإنجاب عدد كبير من الأطفال عشان يساعدوهم ماديا واقتصاديا فأنا لما منع عمل الأطفال وجرمه ده طبعا هيحد طبعا من رغبة الأسر الفقيرة في الإنجاب الأطفال لمساعدتهم ماديا بالنسبة ليه فئة كبار السن هنرفع سن المعاش دي طبعا خطة الدولة بتستهدفها لرفع سن المعاش عشان طبعا تقلل نسبة الإعالية بالنسبة ليه التركيب الاقتصادي لمصر هو تصنيف السكان حسب النشاط الاقتصادي يعني العمل اللي بيمرسوا ويدر عليهم دخلا في إطار طبعا القانون يقصد به تصنيف السكان وفق النشاط الاقتصادي الذي يمارسونا بتوضع حصائط الجهاز المركزي للتعباء والإحصاء إن 25% من سكان مصر يعملون بالزراع يعني البطاقة بتاعتهم مكتوب فيها فلاح عمل زراعي و23% يعملون بالتجارة يعني تاجر باقع متجول صاحب شركة تمام دول طبعا محاسب الحاجات دي طبعا 23% من السكان يعملون بالأعمال التجارية 13% من السكان يعملون بالزراعة وده طبعا بيشير إلى أهمية الزراعة في الاقتصاد المصري وإن الصناعة في مصر تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من الدولة لأن يجب أن تكون مساهمة الصناعة في توفير فرص العمل وفي الاقتصاد المصري طبعا أكتر من كده لأن الدول المتقدمة في العالم هي طبعا الدول التي تحتمد على الصناعة وترتفع بها نسبة العاملين في الصناعة نحن كده تقريبا بنتكلم على أن الثلاثة الأساسيين دولة بيعمل فيهم 58% من السكان أو مع الكسور طبعا قد يصلوا إلى 60% أما بقية السكان فيعملون فيه خدمات زي التعليم مثلا وما يرتبط به التعليم سواء في المدارس اللي هو ما قبل الجامعة أو التعليم الجامعي الصحة الأمن طبعا دي كلها بنطلق عليها خدمات لكن طبعا زي ما احنا عارفين احنا نتمنى أن تكون نسبة الصناعة أكتر من الزراعة وأن نسبة العاملين في الزراعة تقل لأن ديت طبعا بيشير إلى أن اقتصاد الدولة اقتصاد قوي ودخلها عالي طيب عندنا طبعا احنا تكلمنا من شوية عن نماط الهرم السكاني فبنعرض هرمين سكانيين هوت وعايزين نشوف كده احنا فهمنا الجزء الأولاني ولا لا ده هرم سكاني رقم اتنين هو ورقم واحد ده نمط زي ما قلنا وده نمط طبعا واضح أن الهرم السكاني الأول وصل لمرحلة السبات والاستقرار السكاني يعني معدلات الموليد كل سنة تقريبا هي نفسها السنة اللي قبلها إن لم يكن طبعا أقل الهرم الثاني فيه تضخم سكاني ومرحلة انفجار سكاني تزايد هوت بمعدل كبير كل سنة عن السنة اللي قبلها طيب إلى أي أنواع الأهرمات السكانية انتمل هرم اتنين هرم رقم اتنين ده احنا شايفينه تحت ينتمي لأي نوع طبعا احنا عرضنا في الأول نوعي طبعا ينتمي إلى الهرم زو القاعدة العريضة ده بيوضح مجتمع بدائي أو دولة نمية حتى إذا احنا بصينا كده هنلاقي أن نسبة الزكور أقل من الإناس لأن فيه ارتفاع لمعدلات الهجرة في فئة الشباب كمان فئة الشباب من سن 25 تقريبا لسن الأربعين أو أكتر فيه ارتفاع فيه نسبة الإناس عن نسبة الزكور طيب إذا أنا سألتك أهني هرم في دولة هو الأقرب إلى الهرم السكاني في مصر طبعا الإجابة احنا لو بصنا للفوق واللي تحت طبعا هنقوله لا مصر فيه مرحلة انتقالية ما بين الهرمين زي ما قلنا مصر كانت كده وإحنا متجهين أن احنا نكون في هذا الشكل فمصر فيه مرحلة انتقالية بين الهرمين لا هي دي ولا هي دي يعني احنا بنقول أن مصر في الماضي من 30 سنة تقريبا كنا في هذا الوضع بالضبط من 40 سنة كنا في هذا الوضع في العشر سنوات الأخيرة كنا أو يعني بنتجه أن احنا نكون في هذا الوضع طبعا احنا متزبزبين نتيجة تغير الظروف الاقتصادية والسياسية خصوصا في الخمستاشر سنة الأخيرة لكن احنا متجهين إلى أن احنا نكون في هذا الوضع من الهرم بطبيعة ارتفاع مستوى التعليم وطبيعة استقرار الظروف الاقتصادية والسياسية فاحنا هنرجع تاني نصير في هذا الوضع ما تأثير كل هرم سكاني من الهرمين على برامج التنمية في الدولة طبعا قلنا أن الهرم زو القاعدة العريضة يضر بخطط التنمية اللي تحت ده هرم رقم 2 ده مضر جدا بخطط التنمية لأن الدولة مضطرة هي توجه ميزانية ضخمة من اقتصادها لرعاية فئة صغار السن والانفاق على تعليمهم والصحة والمأكل وغيره وطبعا بيخليها تأثر في تحقيق التنمية الاقتصادية والمشروعات اللي بتستوعب البطالة وبالتالي فئة الشباب في ارتفاع في الهجرة أما الهرم زو القاعدة الضيقة طبعا بيدل على نجاح خطط التنمية لأن احنا يعني أنا هافترض معك افتراض لما احنا تكلمنا على أن فيه مثلا بلد مدينة هي مثلا الموليد فيها كانوا خمس تلاف السنة البعدها ستة سبعة تمانية كل سنة في تزايد في معدل موليد يبقى أنا مطلوب مني أن أنا كل سنة أو سنتين أبني مدرسة جديدة أما لو المدينة دي فيه سبات في معدل الموليد يعني السنة دي خمس تلاف السنة بعدها مثلا خمس تلاف ومتين بعدها أربعة تلاف وتسعمية يعني احنا بنتكلم في رينج مثلا خمس تلاف زادوا مية متين أو قالوا مية متين فمش مشكلة كده كده عدد الفصول يعني هتدخل أي مدرسة في المدينة دي هتلاقي مثلا الكسافة في سنة أولى ابتدائي مثلا خمسين في سنة تانية اتنين وخمسين في تلتة ابتدائي تسعة واربعين في ربعة مثلا هتلاقيهم خمسين برضو يعني فما فيش مشكلة انت بتتكلم في فرق طفيف في الكسافة مثلا انها مش حاول صلاقي ان سنة اولى تمانين وسنة تانية ستين ويبقى انا مطلوب مني ان انا كل سنة اعمل مدارس جديدة عشان اقلل الكسافة ده طبعا بيعطل خطط التنمية اما الدولة زي ما قلنا اللي فيها سبات فيه اعداد الموليد ده طبعا ما بيعملهاش مشكلة ان انا مش مطلوب منها ان هي تنشئ مدارس جديدة ولا ان هي تعمل مباني جديدة ولا مشروعات جديدة ولا كده لان عدد اللي بيطلع ما سمعهاش بيبقى فيه واحد مكانه حيشتغل اللي بيطلع من المدرسة بيبقى فيه طالب مكانه حيجي يقعد مكانه فما فيش مشكلة بنفس الكسافة ونفس عدد الطلاب يبدأ بتفسير بسيط كده نستعرض مع بعض كده سبع اسئلة اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة توجد الفئة المنتجة في اسفل الهرم السكاني طبعا العبارة خطأ فئة المنتجة في وسط الهرم السكاني زيادة الرعاية الصحية يزيد من فئة كبار السن زيادة الرعاية الصحية يزيد من فئة كبار السن هل الرعاية الصحية لها اثر على كبار السن طبعا احنا في اه وسط ما احنا كنا بنشرح احنا اتعرضنا للنقطة دي قلنا طبعا ان ده صواق ان احنا بنقول ان فئة صواق كبار السن عندنا في مصر اه دلوقتي خمسة وتمانية من عشرة لكن متوقع مع زيادة الرعاية الصحية انه يرتفع اعداد او نسبة السكان في هذه الفئة يختلف شكل الهرم السكاني من دولة لاخرى طبعا احنا استعرضنا اه كذا اه شكل الهرم السكاني وقلنا طبعا اكيد كل مجتمع بيتمايز بخصائص مختلفة عن اه المجتمع الاخر على حسب طبعا عاداته وتقاليده وحجم سكانه وغيره طبعا اه ده كله بيتحكم في اه شكل الهرم السكاني مع طبعا الظروف السياسية واذا كان في اوبئة او حروب او تحسن او تظاهر في الاوضاع السياسي يمثل صغار السن كمة الهرم السكاني في مصر طبعا قلنا ان صغار السن هم مقصود الفئة من اه اقل من خمستاشر سنة وقلنا ان هم دولت في اه اسفل او قعدة الهرم السكاني لاي دولة يعني مش مصر بس يا جماعة اه يختلف السكان في اي دولة من حيث العمر والنوع اه طبعا احنا اتكلمنا عن ان احنا بنمثل طبعا العمر والنوع حسب اه شكل الهرم السكاني اه بعتذر اه صواب طبعا ان في اختلاف في بين سكان اي دولة من حيث العمر والنوع طب يقصد بالتركيب العمري تقسيم السكان الى ذكور واناس طبعا احنا استعرضنا الفكرة دية وقلنا ان طبعا الهرم السكاني بيمثل فيه التركيب العمري والتركيب النوعي وبالتالي التركيب النوعي هو تقسيم السكان الى ذكور واناس وليس العمر الهرم السكاني في مصر يتميز بان له قاعدة عريضة طبعا العبارة هنا صواب القاعدة صحيح مش عريضة او لكن هو طبعا عريضة اه في زيادة في الموليد في العشر سنين او الخمستاشر سنة اللي فاتوا زي ما احنا استعرضنا كده الهرم السكاني لمصر دي طبعا بعض الاسئلة اه نتكلم فيه نمط تاني اللي هو اكمل العبارات الاتية بما يناسبها من كلمات اه يقصد بالتركيب النوعي للسكان تقسيم فئات المجتمع الى ناس فئات المجتمع الى لسه احنا عالين ذكور واناس طيب اه فئة كبار السن في الهرم السكاني المصر توجد فيه طبعا احنا عندنا ثلاث حاجات يا حول قمة الهرم وسط الهرم او منتصف الهرم او قاعدة الهرم يبنا اقول قمة ولا قاعدة ولا منتصف طبعا كبار السن في قمة الهرم عند توفير رعاية الصحية لصغار السن تكون قاعدة الهرم عند توفير رعاية الصحية لصغار السن تكون قاعدة الهرم طبعا توفير رعاية الصحية هيزود والله يقل إذا زود يبقى قاعدة الهرم عريضة اذا قل لي يبقى قاعدة الهرم ضيق طبعا الجابة عريضة تضيق قاعدة الهرم السكاني نتيجة انخفاض معدل قاعدة الهرم السكاني تضيق يبقى احنا بنتكلم على صغار السن يبقى تضيق طبعا نتيجة انخفاض معدل الموالي يتم تمثيل بيانات التركيب النوعي والعمري للسكان في شكل تركيب النوعي والعمري للسكان يتم تمثيله في شكل طبعا هرم سكاني زي ما احنا استعرضنا خلال الدرس نهاية بشكر حضراتكم كان معكم الاستاذ احمد محمود السيد خبير تدريس المادة بوزارة التربية والتعليم مع تمنيات الادارة العامة للمحتوى التعليمي بالوزارة التربية والتعليم لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته